مباراة الأهل وصندونز وآخر خبر معنا قبل مطلع الفاصل واستعبال لديوفنا مباراة الزهاب هيدرها الحكم السنغالي ماجيت نضاي ويعونه الحكم الحج مالك سامبا المساعد الأول وجابريلا قمارا مساعد تاني وعيسى ساع حكم رابع ومرائب المباراة السوداني الفتح باني أبو بكر والرواندي نيكيتو إتنسي مراقب الحكام دي المباراة الأولى تتلع بيوم السبت 15 مايو على استاد الأهل والسلام الساعة 9 مساء بقيادة الحكم الدولي ماجيت نضاي اللي قدار مباراة الأهل وبالمراس في تحديد المركز إلا السالسة البرونزية في كأس العالم للأندية الأخيرة مباراة الأيام في جنوب إفريقيا هيدرها الحكم الزنبي جاني سيكازوي حكم ساحة ويعونه جيرسن إمليون دوسانتوس من أنجولا في تخوف من زيكازوي بصراحة في لأش إن شاء الله خير نزد الله نخلص هنا وربنا سهل لك مساعد أول وشدراك إرسينو من موزنبيق مساعد ثاني والأنجوري كارفيلو مارتن رودريجز حكم رابع ومرايب المباراة أغندي يوسف سليمان ومرايب الحكام الكاميروني رافيل ديفن وبالتأكيد هذه المباراة هتقام يوم 22 مايو لكن الملعب والتوقيت فيه تفاصيل وفيه كلام كتير وعشان مرحبا